والله يا شيخ سيكون تعيزة لك عن أمس تم تجشيل مشروع عالمي ومنظم للتجشيل في صوابط الدين والإسلام من بعض الألمين المصريين أظن أن القائمين هؤلاء إما مدعومون من الشيعة البعداء البغضاء أو مدعومون من الملاحدة فلكن نحن الحمد لله ديننا محفوظ ورب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له الحافظون وهذه ليست أول جوابع يفعلها أمثال هؤلاء المجرمون فهذه الزوابع من قدم كان هناك الحرس بن النظر بن كلدة وكلدة بن النظر بن الحارس كان الرسول يعمل مجلس ويأتي هذا الكافر بعد مجلس رسول الله يعمل مجلس يحاول أن يتعقب الرسول فذهب إلى الجحيم وأهلكه الله مات كافراً والدين ظاهر والحمد لله في كل القرون تجد كفاراً هكذا ومجرمون يحاربون الدين ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون كان هناك من ادعى النبوة والحمد لله أهلكه الله كان هناك مسيلامة الكذاب كان هناك المختار بن أبي عبيد الثقفي كان هناك الأسود العنسي كلهم أهلكهم الله والدين باقي بل منهم من ادعى الإلهية ادعى أنه الله والحمد لله أهلكه الله سبحانه وتعالى والدين ماشي فلا تنزعش كثيراً هؤلاء فئة من أهل الإجرام جندت بعضهم دول التشيع البغيط وجندت بعضهم الدول الملحدة وسينفقون في رمات والحمد لله لا تقلق أبداً يعني لا تقلق أبداً من أمثال هؤلاء بعضهم يقتل بعضاً بعضهم على طول يزوبون يزوبون بفضل الله تعالى من فضل الله تعالى أمثال هؤلاء الأرجاس الأنجاز كثيرون جداً في كل زمان ومكان ودعا السفينة تمشي والكلاب تنبح الكلاب تنبح والسفينة مشي لا تتعطل من نباح الكلاب ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجراً لأصبح السخر مثقالاً بديناري فلا تنزعش أبداً الحمد لله الحمد لله طول أمرنا نسمعه من أيام الشيوعيين والليبراليين والمركسيين وكل دولة تأتي بشيوخ سوء يتكلمون عنها لكن الحمد لله التفق انتبه انتبه بفضل الله كل هذا الزبد سيذهب جفاء هذا كلام ربي فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض الحمد لله محفوظ طمئن 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 الحمد لله الدين محفوظ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم لن تستطيع أن تفتنوا أحداً أبداً إلا شخصاً كتبت عليه الغواية فالحمد لله الدين محفوظ والحمد لله الإسلام محفوظ والحمد لله المجاهدون في سبيل الله لنصرة دينهم موجودون بفضل الله تعالى والله سبحانه وتعالى قال إن يكفر بها أولا فقد وكلنا بها قاماً ليسوا بها بكافرين صدق الله العظيم الحمد لله صدق شيرنا ونفع بك المسلمين يا رب العظيم آياك اطمئن اطمئن ان شاء الله بإذنك يا ربي انت دين الله الله سبحانه